هذا وشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقار مجلس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيدي وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة ميرسك العالمية وذلك بشأن اقامة مشروع انتاج الوقود الاخضر لامدادات تموين السفن يأتي توقيع هذه المذكرة في اطار استهداف الدولة لمشروعات الطاقة النظيفة والتي تعمل على تنفيذها بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناقب 27 في نوفمبر القادم حيث من المقرر ان يتم تنفيذ مشروعات الانتاج واستخدام الميتانول الاخضر والامونيا الخضراء